رئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية اتحاد القبائل العربية بمناسبة نصر أكتوبر أكد على أن الشعب المصري رفض الهزيمة وتحدى الصعاب وأصرع على الانتصار الغالي في حرب أكتوبر 1973 رئيس السيسي قال أيضا أن مصر لا تنسى أولادها اللي ضحوا عشانها وأن حكاية أكتوبر هي حكاية ملهمة ولا تنتهي وأن النصر اللي تحقق ما كانش نصر بسيط لا هذا نصر وراء إرادة شعب كامل شعب مرفض الهزيمة وتحدى نفسه وتحدى ظروفه وتحدى التحدي نفسه خلوني في البداية أرحب بيكو جميعا من كل المحافظات وكل حتة في مصر وخليني أقول أن المناسبة مناسبة 51 عام 51 سنة على نصر أكتوبر ونسبة هتفضل دايما خلدة في وجداننا وسمحولي أقول لكم أن أنا بشكر كل من ساهم في هذه الاحتفالية بصراحة سواء كان منظمات المجتمع المدني أو اتحاد القبائل أو كل الناس اللي شاركت من المحافظات وأنا بشكركم اللي هم الشباب والشابات وكل ما نحضر معانا النهاردة والإستاذ النهاردة بشكركم ونوجه التحية لكل شعب مصر ونسبة الاحتفالية دي طبعا لازم تفرحوا وأنا عايز أقول لكم أن حكاية حكاية أكتوبر حكاية ملهمة ما بتنتهيش والنصر اللي تحقق ده ما كانش نصر بسيط ده كان نصر وراء إرادة شعب كامل إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه وتحدى ظروفه وعايز أقول لكم تحدى التحدي نفسه تحدى التحدي نفسه أنا عايز أقول عايز أقول لكم اللي أنتو بتشوفوه دلوقتي دلوقتي ومن غير تفسير كتير وتوضيح كتير كان تقريبا ده الظروف اللي احنا بنعيشها بعد 67 في مصر وكان كل الناس العالم والخبرة والمهتمين بالمواضيع العسكرية والتحديات اللي كانت بتجابيها الدولة المصرية في الوقت ده خاصة على الصعيد العسكري ده كان بيقولوا أنه مستحيل مستحيل خط برليف منع قناة السويس التفوق الكبير المقارنة اللي كانت مش في صالحنا كله كان بيقول أنه مفيش مفيش فرصة نجاح لكن الشعب المصري زي ما بقولوكوا كده رفض ده وأصر وتحدى نفسه وحقق الانتصار وعشان كده الانتصار ده غالي قوي والدفع فيه كتير من دماء شبابنا دماء المصريين وأيضا السلامة دفع فيه كتير قوي على رأسه العيس الراحل محمد أنور السادات دفع فيه كتير دفع فيه حياته ودمه عشان فكرة كانت سابقة وقتها وعصرها طيب احنا دلوقتي دلوقتي فيه تحديات قدامنا أكيد لكن بنفس الروح ونفس الإرادة والإصرار وزي ما نجحنا رغم ظروفنا الصعبة وقتها لازم تكونوا متأكدين يا مصريين إن احنا برضو بفضل الله سبحانه وتعالى وبقول بفضل الله سبحانه وتعالى وبالعمل وبالإصرار وبالمتابعة هنعبر كل تحدي قدام مننا ونصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى كل اللي احنا بنتمنى مع بعضنا مع بعضنا الحكايات التمانية اللي جات النهاردة حكايات لبيوت بسيطة لناس بوساط جدا موجودة الحكايات دي في كل بيت مصري بيسعى من أجل حياة أولاده حياة أسرته في الظروف صعبة لكن بفضل الله سبحانه وتعالى هنتغلب على الظروفنا دي ونحقق كل اللي احنا بنتمنى مش حنسة إن أنا عايز أشوف أنس اللعب بتاع أسوان ومش حنسة إن أنا أقول إن الحجة فرحانة لازم نعمل لها حاجة باسمها في سيناء وفي مصر في سيناء وفي مصر الحجة فرحانة الست العظيمة النموذج للمصرية للبدوية للعربية للسينوية في وقت صعب جدا جدا كانت بتقدم والنهاردة ربنا يا ربي اديها العمر والصحة بنقول لها متشكرين وأرجو إن احنا نواجه لها التحية كلنا لو سمحتوا في سيناء نعمل حي باسم الحجة فرحانة عشان نفتكر ودايما نبقى مش هقول فاكرين الجميل في ناس كتير قدمت كتير قوي لمصر في كل الأوقات وفي كل الأصور لكن فرصة لنموذج اللي موجود في الحجة فرحانة ونعمل حاجة أيضا في القاهرة يعني محور أو حاجة رئيسية كده وارد نقول للمصريين اللي في القاهرة شوفوا أهلنا اللي في سيناء عملوا ايه مش حنسة أنسة مش حنسة أبدا أن أنا أوجه أيضا التحية لكل اللي ساهموا في الاحتفالية دي من الفنانين وأخص هنا بالذكر الفنان محمد مونير وأرجو أن احنا أيضا نشكره على مساهمته وعلى إسراره على اللي يكون متواجد معنا يعني ربنا يدينه الصحي مرة تانية كل سنة وانتوا طيبين كل الشكر لكم على الساهم وعمل وجاهد معنا واكتهد في أنه يخرج الاحتفالية دي اللي فرحتنا كلنا شكرا جزيلا